موسيقى 1875 سنة من تاريخ لبنان تفتح الآفاق وتعلي البنيان إنه عام انطلاق أول جامعة فرنكوفونية في لبنان والشرق الأوسط جامعة رسالتها التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع إنها جامعة القديس يوسف في بيروت موسيقى اليوم وفي السنة الأربعين بعد المئة على الولادة تعيش الجامعة ثنائية الأصالة والحداثة وتصب لأن تكون قطباً للتميز مكرساً لتنشئة أفضل الطلاب في لبنان والمنطقة وتزويدهم بجواز عبور إلى أفاق الحياة إنها جامعة التنوع وقبول الآخر إنها مساحة حرة للتفكير والتربية إنها جامعة القديس يوسف في بيروت حكاية لبنان والشرق مع جامعة القديس يوسف تعود إلى العام 1875 حيث انتقلت الإكليريكية الكبرى والمعهد الثانوي اللذان أسسهما وأدارهما الأباء اليسوعيون من غزير إلى بيروت واتخذا اسم جامعة القديس يوسف ونظراً إلى ما لعبه الأباء اليسوعيون من دور مركزي في الحياة الروحية والثقافية في لبنان والشرق تمكن الأب أمبرواز مونو من الحصول عام 1881 على إنعام كنسي من البابا ليون 13 يمنح اليسوعيين الحق في تأسيس جامعة فتأسست رسمياً حين ذاك كلية اللهوت والفلسفة وكانت كلية الطب الفرنسية ثاني الغيث عام 1883 لتكرى الصبحة وتبصر كليتا الحقوق والهندسة النور عام 1913 وقبلهما في سنة 1902 الكلية الشرقية ورغم الحرب العالمية الأولى التي دمرت الجامعة وأصابتها وهجرت بعض من كان فيها استمر الأباء اليسوعيون بعد نهايتها بضخ عطائهم الروحي والتربوي لللبنانيين وكانت كلية الطب تزداد توسعاً وازدهاراً وانتشاراً وتوج ذلك التطور بافتتاح المفوض السامي آنذاك في العام 1923 مستشفى أوتيل ديو 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 فرانس المشيد على أرض اشترتها الحكومة الفرنسية وكبرت الجامعة وتطورت وتمكنت خلال سنوات الحرب بين الأعوام 1975 و1990 من أن تتأقل واستطاعت أن تؤمن استمرارية التعليم وأن تتحول إلى مؤسسة لها شرعتها وأنظمتها وأن تخلق مساحات للحوار اليوم بعد 140 عاماً من التاريخ المشرق ومن دور الأباء اليسوعيين عبر الجامعة في ترسيخ دعائم التربية والحرية ينتسب إلى الجامعة 12 ألف طالب عبر 13 كلية و14 معهداً وخمس مدارس ويتوزعون على خمسة أحرام في بيروت العلوم الطبية العلوم الإنسانية الإبتكار والرياضة العلوم الاجتماعية العلوم والتكنولوجيا كما أنشأت الجامعة ثلاثة مراكز جامعية في ترابلس وصيدا وزحلي وهي تضع في تصرف الطلاب اللبنانيين والأجانب مساكن جامعية في بيروت أما الاختصاصات المتنوعة للتعليم في الجامعة من العلوم الأدبية والإنسانية والدينية والاجتماعية إلى الطب والصحة والهندسة والتكنولوجيا فقد جعلت الطلاب يقبلون عليها بكثافة خصوصاً وأن الجامعة اعتمدت نظام الأرصد الأوروبي منذ سنة 2003 ولم تكتفي جامعة القديس يوسف بالتعليم فهي إضافة إلى كونها مساحة للحوار ولتبادل الأفكار ومنبراً للحرية أولت الحياة الثقافية والفنية والتشكيلية اهتماماً بارزاً وقدمت لبيروت والطلاب فسحات ثقافية إلى جانب كل هذه الإشراقات الثقافية تملك الجامعة داراً للنشر لبراس دولو أس جي وتضم مركزين ثقافيين الأول صيني والثاني ياباني والمكتب الشرقي التوراثي وأمام ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية لم تقف الجامعة مكتوفة اليدين بل سعت لأن تكون ريادية في هذا المجال ولأن تكون منارة للبحث والابتكار وجهزت حضينة مشاريع هي باري تاك وقطباً تكنولوجياً للصحة الشعور بالانتماء إلى الجامعة وتعزيز روابط التضامن بين الطلاب هدفان وضعتهما الجامعة نصب عينيها لإطلاق حياة طلبية شابة وديناميكية وتشكل النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية من خلال الأندية وروابط الطلاب إطاراً ممتعاً للحياة يؤمن الإنسهار والتضامن والإلفة أما من خلال برنامج الالتزام المدني عملية اليوم السابع فتهدف الجامعة إلى تنشئة مواطنين ملتزمين بقضايا الوطن وطن أرسد دعائمه جامعة القديس يوسف منذ 140 عاماً هذه العراقة التاريخية جعلت الجامعة منفتحة على العالم العربي عبر معهد الآداب الشرقية وعلى العالم بشكل عام تجمعها به شبكة شراكات وأكثر من 350 اتفاقية تعاون مع أكثر من 250 جامعة في 34 بلد يصهم في ذلك أكثر من 400 أستاذ أجنبي منتدبين في مهمات هذه الشبكة من العلاقات والانفتاح على العالم فتحت الباب الواسع أمام الجامعة لتفتتح في أيلول 2008 كلية الحقوق في دبي الجامعة اليسوعية بكل أمانة كانت خادمة للتعليم والتربية ببلادنا من هيك اليوم ننظر لهذا التاريخ كأنه هو عطاء سيدوندون عطاء إلو إيمتون وعلينا أن احنا اليوم أنه نحافظ عليه أكيد مش كمتحف المتحف ما بيعطي نتيجة بيظل جامد أما نحنا ننظر لها الماضي ماضي حي مستمر اليوم معنا من بعدنا من هيك علينا أنه نثمر هالعطاء هيده حتى الجامعة تستمر بحدثتها بأسالتها ببرامج جديدة بوجوه جديدة وبقيمة مضافة تعطيها للمنطقة اليوم بعد 140 عاماً بين الأصالة والحداثة تتابع جامعة القديس يوسف ريادتها لتكتب صفحات مشرقة من تاريخ لبنان الحديث لأجله ولأجل عالم حر تنتمي إليه وتعمل له جامعة القديس يوسف في بيروت 140 عاماً في خدمة اللبنانيين 140 عاماً من الإشعاع الإقليمي والعالمي 140 عاماً بنين التاريخ واليوم معاً نبني المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر